السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلمكم دكتور كاريب نور الدينيس شارك راح التجميل كتير من الناس كانوا حابين يعرفوا تفاصيل أكتر عن عملية شد البط علشان كتير جدا سألونا عنها وهم بيبقى قلقانين منها شوية أولا أنا حابب أطمن بس الكل قبل ما أقول شوية التفاصيل عنها إن العملية دي الحمد لله نتعاجها كويسة جدا 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 وإمكان هي من أفضل عمليات تنسيق القوام من حيث النتيجة ومن حيث رضى المريض بعد العملية عنها فهي الحمد لله والحمد لله هي عملية أمينة جدا لو التزمنا فيها كل التعليمات الطبية والأشهدات الطبية اللي لازم توفرها قبل العملية بتكون الحمد لله العملية بتعدي بنتيجة لطيفة جدا ويقاش فيها أي مشاكل على أطلق كتير من الناس بلنابقى العملية دي بيحصل فيها إيه تحديدا هي العملية دي الأول تتعامل لمين تتعامل للستات اللي بيبقى مثلا حصل عندهم ولادات متكررة وحصل تراهل في الجلد جديد أو عندهم علامات في الجلد علامات تمدد كتيرة زي ستريتش ماركس كتيرة جدا فده معناه إن الكولاجين اللي في الجلد خلاص ما بقاش أكتف أني مور ما بقاش نشط وحي تاني فعلشان كده أي تداخل ممكن نعمله سواء الفيزر أو الجيب لازمة ما بيجيبش معاه نتيجة مرضية على الإطلاق فعلشان كده بناخد قرار التامي تاك أو اللي هي عملية شاد دمقى الناس التانية اللي بتكون وصلت لأوزان كبيرة جدا 170, 180, 150, 130, 140 ونزلوا في الوزن 30-40% من وزنهم اللي كان موجود قبل كده فتخيلوا فيه 3-4 كيلو إنت أخدت منه 2 كيلو فالكيس ده هيحصل فيه نوع من أنواع التراهل فبنبقى محتاجين إن إحنا مضطرين إن إحنا نعمل عملية شد البطن ديت علشان نوصل للقوام المنحوط ده العملية دي بيحصل فيها تحديدا هو جرح بيكون أسفل البطن عند مكان جرح قيصرية أو تحت منه شوية علشان يبقى مستخبي في منطقة البكيني أريا وما يبقى ظاهر عن الإطلاق بنخش بد الجرح ده نعمل حاجتين كبار أولا نعمل تقوية العضلات البطن وكمان نقص كل الجلد المتراهل الزيادة بالدهون اللي موجودة في الطبق اللي تحت الجلد وصورة العضلات بداية من السورة لحد بداية منطقة الأنسوية بنشيل كل ده أو في الرجالة لحد بداية منطقة التناسلية في الرجالة برضو بنشيل كل الدهون بالجلد المتراهل اللي في المنطقة دي مع العملية دي كمان يفضل أن احنا نعمل نحت المنطقة الوسط علشان نخلي الكرب بتاع منطقة البطن يبان أكتر موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة